فسعيد المدير الفني لنادي النصر كان ليه كلام خلينا نسمعه الروح لفاصل ونرجع لحضراتكو من جديد طبعا السلام عليكم الأول وكل سلام الطيبين طبعا احنا مرنا من ظروف اليومين اللي فاتت ذول كانت ظروف صعبة شوية كانت نساعد عيد طبعا مدرب كبير ومدرب محترم فاحنا بنتمنى له الخير ان شاء الله في القادم نادي النصر متمسك بكابتن سيد عيد ودكتور عمر متمسكين بكابتن سيد عيد لأبعد حدود ولكن كابتن سيد عيد عنده تحديات كثيرة وجايله عروض كبيرة جدا فاختار انه يكون فيه تحدي تاني ويواصل المسيرة اللي عملها في نادي النصر فالحمد لله احنا ولاد النادي وكملنا المسيرة من بعد كابتن سيد طبعا الشغل اللي اتعمل ده كله ده شغل كابتن سيد انا مجرد تكملة لي واضافة لي طبعا احنا كنا ملاقف فرقة كبيرة فرقة النادي الاهلي كنا يعني مجهزين ان احنا نقدم مباراة كبيرة ليه بنادي النصر والحمد لله ربنا قرمنا لكن في الاداء لكن بدلك في النتيجة فالحمد لله على كل شيء احنا بوقتن سيد ترجمة نانسي قنقر